بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أولادي وصلنا إلى شابتر 7 elements of group 5A this group group 5 consists of nitrogen, phosphorus arsenic, antimony bismuth all these elements have 5 electrons in their outer shells كل هذه العناصر 5 electrons in their outer shells من هو اسم القروب 5 إذن أكيد الغلاف الأخير يحتوي 5 electrons in the outer shell نجي هسا نأخذ بس مقدمة although برغم أن the 5 elements of this group form الخمس العناصر لهاي القروب خمس العناصر لهاي القروب form تكون less than تكون أقل من 0.2% of the earth crust تكون أقل من 0.2% من قشرة الأرض لكن رغم هذا نسبة قليلة تعتبر لكن they are very important in nature كل شيء جدا مهمة في الطبيعة زين they have some similar chemical behaviors لديها بعض التي تشابه في الصفات الكيميائية في السلوك الكيميائي and أشعرتها but they differ تختلف in some others يعني بعض الصفات تتشابه وبعضها تكون مختلفة يعني بيناتهم بين عناصر هذه الزمرة what's what the similarity ماذا التشابه between these elements reflects ماذا يعكس reflects يعني يعكس ماذا يعكس التشابه similarity between these elements يعني شنو السبب ليش أكو تشابه بين elements of this group it reflects يعكس the similar aspects مجالات التشابه in the electron configuration يأكس الجوانب المتشابه بمن ب electron configuration كونها كلتها تنتهي بمن تنتهي بال يعني غلافة الأخيرة يحتوي على five electrons طبعا ال five electrons تتقسم 2 S 3 P يعني كلتين ينتهن 2 S 3 P أوكي لكن طبعا الغلافة الرئيسي رح يفروق هذا مثلا غلافة الرئيس الثاني هذا غلافة الرئيس الثالث الآن وصلنا إلى what are the most important ما هي أكثر most important properties of group five elements ما هي أهم الصفات لأناصر الزمرة الخامس number one the properties of the elements vary تختلف gradually تدريجيا from non-metals من اللاف الزات اللي يمن عندك اللاف الزات نا قد تجيك فراغات من اللاف الزات بهاي الزمرة بهاي الزمرة هي النيتروجين والفيسفور التو متالايد إلى أشباه الفلزات متالايد أشباه الفلزات اليمينية الاس والس الانتي الانتي موني و عندك هنا الارسيني والانتي موني وكذلك التو متال إلى الصفة الفلزية اللي هي تكون باللبز موض إذن عندك صفات مالتها تتراوح ما بين اللاف الزات وبعدين نصير الأشباه في الزات وبعدين الميتالات عندك منه النيتروجين فيسفور منه الميتالايد الأرسيني والانتي منه الوحي هو البزموث نجي نمبر تو نيتروجين هسا نجي إلى الحالات الستيت مالتها نجي النيتروجين غاز حالة غازية بقية الألمنس بقية العناصر صليبات في الظروف الطبيعية تتغير تعتمد على قاعدة منتظمة تتغير من الفوسفور نزول إلى البزموث كالأتي نمبر فوسفور و نيتروجين تتغير تتغير مال تتغير الفوسفور والنيتروجين يحبون يكونون يميلون تتغير مركبات تساهمية هاي همين كل إتهاء تتجي كفراغات فوسفور و نيتروجين تتغير تتغير مركبات مال مال أخر الألمنس الناظر البقية بزموث والأرسينيك تكون مركبات آيونية إذن هسا اشعدنا الفوسفور والنيتروجين يكونون كوبيلان كومباون من البقية بزموث والأرسينيك شي يكونون للي مركبات مركبات آيونية هاي نمبر بالنسبة لل كيميكو البربرتيز نمبر تو الصيفات الحامضية الصيفات بايسيك القاعدية الصيفات الحامضية والقاعدة أوكسايد لأكسيدات هذه الأناصر تختلف فروم أسيديك الفسفور تو بايسيك اللي هو البزموث يعني هم يعني كل ما ننزل قل الحامضية يعني البداية هي حامضية وبعدين إلى أن ننزل آخر شي للبزموث شي يصير بايسيك قاعدية اوكي هاي بالنسبة للصفات الكميكو properties طبعا نحن كل جروب ناخذ عالية يعني أنصر ندرس عالية ندرس تفاعلات هذا هذا الشابتر إن شاء الله راح ندرس أنصرين أوكي أول أنصر راح ناخذ هو نيتروجين نيتروجين كيميكو سامبل آن أتوميك نمبر سيفن والماس نمبر فورتين أوكي نيجي إلى الغلاف يحتوي 1S2 واللي بي الكترونين ثاني غلاف 2S2 2B شكرا 2B3 2S2 B2 والB3 B3 إذن الغلاف الثاني جد contain 5 elektron نيجي إلى وين موجود النيتروجين أو أين يوجد النيتروجين في نيتروجين يشكل أو يؤلف 78% of the earth atmosphere يكون أو يشكل 78% هذا مرة جفراغ من قبل فراغ of the earth atmosphere it is mostly بصورة عم يعني غالبا an inert gazz غاز خامل inert gazz شوف لو تجون كمقارنة الأكسجين أي مادة يتفعل مباشرة يتحد صح لو لا لكن لو قررنا بالنيتروجين لا ما يتحد يعني ما عندها القابلية ليش لأن غاز خامل an inert gazz standard conditions في الظروف القياسية standard conditions ظروف قياسية عن ancient times في الزمن الماضي it was cold كانوا شي يسمونه كانوا يسمونه الأزوت هس هذا فتش مهم همينا انه قد يأتي تقليل او فراغ انه نيتروجين in ancient times شن سم يدعى بفراغ شن اسم أزوت وليش azote يعني what mean azote mean in latin the lifeless the lifeless عديم الحياة ليش عديم الحياة مو احنا قلنا علي شن inert غاس خامل يعني ميز فاعل فلهذا يعني كأنه غير حي ما عند تفاعل مم مثل الاكسجين يعني كل الفاعل اوكي فمعنى الازوت the lifeless عديم الحياة نيتروجين 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 جدا مهمة مهمة in where in food fertilizers طعام بال fertilizers بمعنى الاسمدة اوكي and explosive industries في explosive طبعا متفجرات industries صناعة المتفجرات واضح اذا ونلقى بالfood بالفرتلايزار and explosive industries اوكي نيجي الى هنا مسألتكم مثل الفراغ question شوية تنتبه علي انو ان 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 تايم النايتروجين was called فراغ which mean in latin فراغ هاي بعد ان ان سر نيجي الى how we can prepare nitrogen in laboratory يلا شوية وياه يتركز راح نبدين نشرح طريقة تحضير النايتروجين بال lab بال مختبر يلا شوية وياه a mixture مزيج of ammonium chloride ammonium chloride اللي هو NH4 CL and sodium nitrate and sodium nitrate اللي هو Na NO2 is N-H4 CL and ANO2 بالمناسبة حتى لا تنسى حتى مثلا تجولة التحاضير شوية تنسى نوعا ما انت المادة اللي تريد تحضرها راح تجيبها من مادتين من كل مادة تاخد مثلا فد عنصر كيميائي تمزجها ويطلع شي اللي انت تريد النايتروجين يحتوي على نيتروجين بذرتين N كغاز النايتروجين اقصد بذرتين N يعني لاحظ هسا نقول نيتروجين N نيتروجين N2 N2 يعني ذرتين N صح هاي وحدة N وهاي وحدة N فيراد لك مركبين كل الواحد B N حتى تاخذ من هذا المركب N ومن هذا المركب N يطلع لك الشي اللي تريد ولي هو N2 واضح ماما ازين هسا نجي الى المركبين اللي قلي علي هن لو تلاحظ قلي NH4 CL يحتوي N لو ما يحتوي B المركب الثاني شنو قلي صوديوم nitrate اللي هو N A NO2 NA NO2 هاي طبعا ال-N الثانية مو تجي تقول لي هاي ال-N هاي ال-N هاي مت الصوديوم NA عنصر الصوديوم عاي نخصص عنصر ال-N هاي ال-N مت الصوديوم NA حسا صار عدنا منا نظرة N ومنا نظرة N هاي ذرت N هاي ايش رح ساوين هاي انتبه عليه نخليه تحت مصدر تسخين بمعنى with some water طبعا رح اخلي وياهن بعض ال-Water لاحظ هنا هاي عندك بالمعادلة اكو Water ليش اخلي ال-Water قبل شوي احنا على Nytrogen مو قلنا اا يعني قلنا انه يدخل في exclusive بالمتفجرات قبل قليل مو فهنا شاء الله ال-N شوي نوعا ما خطرة فليش نخلي Water نحن ما نقول حتى شون يبرد التفاعل هيت شي او يمنع الانفجار why why we put some water to prevent لمنع any possibility اي احتمالية المنع of explosion اوكي اكرانس الحدوث شنو الحدوث اكسبلوشن 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 اوكي اذا وجود ال-Water هنا تو شنو prevent منع any possibility اي احتمالية of اكسبلوشن اكرانس حدوث الانفجار the reaction can be expressed by the following equations اقدر اعبر عن التفاؤل بالمعادلات التالية لو تلاحظونا هنا شم سويت لكم سويت لكم معادلتين ويمكن هذا يعني لو تلاحظون كل التحضيرات اللي اخذناها كانت معادلة بس وحدة يعني فلان زائد فلان يطلع لنا الشي اللي احنا رايدين تمام هنا احنا اول معادلة حتى نحضر الشي اللي احنا رايدين لازم يكون على مرحلتين two step حسنا نيجي على المرحلة الاولى جلنا شنو NH4CL ammonium chloride with sodium nitrate مع nitrate sodium لازم موجود وات لازم موجود water مجلنا to prevent any possibility for explosion صح ايضا شنو موجود ادنها جلنا نخلي لها مصدر حراري الناتج طب علي تذكروا من جتلكم جماعة اليوم يحب الكلور فمباشرة نجي طلع لك Na CL تمام هاي number one زائد هذا وهذا راحا صح شنو اللي بقى بقى هذا وهذا بس خلي هاي NH4 NO2 هاي هاي اخو سلمين ايش معادلة ها لاحظوا هسا نعيد المعادلة حتى شوية نفهم ها اول شي قد وكم نجيب مركبين كل مركب بنيتروجين لان اريد N2 زي المركب اللي اول شي قدوكم بما انه الصوديوم يحب ما نحب كلور اذا مباشرة الصوديوم يتحد مع كلور اللي بقى عندي NH4 here and NO2 here رأسا راح يتحد نكتب العنصر او المركب ينتج هو NH4 NO2 وطبعا ما ننسى don't forget انه هذا التفاعل لا يجري الا بوجود الووتر هس لو تلاحظ حصلنا الشي للريدة هاذا لان قدو لو لا لا ما حصلنا لحد الان مطلع كناتج بالمعادلة هس اتباعوا عن نواد جمالتكم من B-Nitrogen هاذا قدتلكم الان هاي مت الصوديوم هاذا ما B-Nitrogen تمام هاذا B-Nitrogen و B-Nitrogen شراح ساوي راح اخذه هاذا ال NH4 ها انتبوا علي ماما NH4 NO2 شراح ساوي له خلي الووتر اوكي 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 يعني بعدنا احنا شنو بعدنا خلي الووتر والهيت اوكي فاش راح يصير راح يطلع المي راح يطلع المي ينتبه تذكرون همين مرة من قلتلكم كل H و O يطلع H2 O فهنا قوبة راح يطلع H2 O تمام زائد بقت من N ومن N يطلع N2 كل H و O يطلع H2 O الووتر مادام بقى من N ال O راح و H راح تبقى من N ومن N فيطلع به N2 ولي طبعا هم هذا غاز وهذا ايضا غاز 2 O لو تجي للحقيقة المعادلة بقتها ممتوازنة صحيح هنا 1 وهنا 2 طلعت 2 لكن من نسبة لل Hydrogen here 4 and here 2 فاضرب 2 حتى همين اش الصير حتى همين الصير 4 إذن here صار 4 اتشات 2 اوكسجينات and همين اثنين اوكسجينات and it is now what balanced نرجع شوية نشيك معادلتنا نقيتها من جديد يلا together ويا اول شي قلنا NH4 CL وضمن with Na NO2 يلا بوجود الوات حتى يمنع الانفجار H2O طبعا تحت مصدر شنو heating source الناتج يوم جمعت اليوم ويا من ويا الكلور إذن Na Cl زائد عندك NH4 وNO2 شنطي NH4 NO2 حتى نحن 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 على المادة مالتنا طبعا هالمعادلة متوازنة لاحظت انه انا موازنت هي متوازنة من قاحة لان هو بس هذا اخذ هذا يعني صوت يوم اخذ الكلور هذا اخذ هذا يعني لا سود مركب جديد ولا شي يعني هنا نفس بس تستبدلا يعني واحد اخذ مكان الثاني يعني كل واحد اخذ العنصر الثاني من المركب الآخر نجهة سناخذ هذا NH4 ويا احبابي NH4 NO2 H2O سوري هنا سهم واحد سعني ايدي متعل مع السهمين لين بالسادس علمي شغلنا اغلبية سهمين اوكي زين هنا عندك H2O الناتج قد لك H وال O H2O تمام وبما ان هنا اربع اتشات هنا اثنين فنضرب اثنين زائد N مع N يطلع N 2 طبعا هذا هو غاز النيتروجين هنا ايضا الماء يعتبر كبخار فيطلع بهاية غاز هاي بالنسبة الى الويل اللي اقدر احضر بها prepare النيتروجين in laboratory رسم هذا هذا هو مصدر التسخين اولا اتشاهد المنظمة اتشاهد يمكن ان تسند عليها الجهاز الكيميائي اتشاهد مصدر التسخين هذا الدورق هذا الدورق اولا انق دائرة الوقت لا يساعد ولا ارسمت الكومياء يجب الوقت او مصدر التسخين ساعد السادات المطاطق دائما ندعم الفانل فانل نجد الووتر اتشاهد اوع التسخين المادة يمسك لك الدورق الدائري المادة محددة المادة 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 لأنه نيتروجين غاز. فهنا هناك ثقب داخل بهذا الأنبوب. يطلع من يصير هنا التفاعل. يطلع الغاز. لأنه غاز ما ينشوف لكن يتحرر. يجيب هنا. هذا السهم نزول الغاز. ويطلع هاي فقاعات غاز النيتروجين. هذا طبعا نفس الحوض لكل مرة ونسوي إناء مقلوب. يعني هاي شرط صارت شنو نوعا ما ثابتة. هاي بالنسبة إلى قتلكم وطريقة لنقدر نحضر بها النيتروجين. نشوف القادم. اخلي الطريقة الصناعية نخليها على الفيديو القادم إن شاء الله.